في اليمن أفدت مصادر محلية في مدينة تعز بمقتل طفل ورجل وإصابة امرأة جراء قصف للحثيين بقضائف الهون على منازل للمدنيين في حي الصين وفي محافظة الضالع جنوبية البلاد قتل عدد من الحثيين وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات مع المقاومة الشعبية المواري للرئيس اليمني عبد ربو منصور هادي كما أصفرت الاشتباكات بين الطرفين عن مقتل سبعة من رجال المقاومة كما قتل القيادي في المقاومة الشعبية نايف الجماعي برصاص قناص حوثي في مدينة دينت الواقع بين محافظة تائب والضالع فجر اليوم وذلك لدى خروجه من الجامع